انتي اكتر فنانة بتتصور مع مامتها اه كلميني على علاقتكم بعض طبعا علاقة الانسان بقومه مش محتاجة كلام بس اصد انتوا على طول مع بعض اه الحمد لله انا مرتبطة بوالديتي جدا وعلى طول معيها وعلى طول بتعلم منها وهي الحمد لله هي ست قوية جدا ومثقفة جدا ووفاة المنتجة نهيت فريد شاوق وثشيح الجسمن بعد صلات العصر من مسجد الشرطة وفت نهيت فريد شاوق 30 سنة جمعها بوالدها الملك وابنتها نهيت السباعي السلام عليكم لقطة قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فمكم بصلاة على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب علامية جوال 14 برو ماكس وساحب علامية 1000 جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو 70 على قناة كورا شراب وتكتب تنفي التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة وفات المنتجة نهيت فريد شاوق وتشيع الجثمان بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة رحلت عن علامنا اليوم المنتجة الكبيرة نهيت فريد شاوق عن عمر يناهز 72 عاما ومن المقرر تشيع جثمانها بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وذلك حسب ما اعلنت زوجة ابنها الفنانة آية سماحة كتبت آية عبر حسابة على فيسبوك لا حال ولا قوة إلا بالله انتقلت إلى رحمة الله تعالى أم التانية نهيت فريد شاوق إن لله وإن إله رجعون صلاة الجناز العصر من مسجد الشرطة في الشيخ زايد وفات نهيت فريد شاوق التي انصرت أجمعها بوالدها الملك وابنتها نهيت السماعي توفت المنتجة نهيت فريد شاوق منذ قليل وعلى سعادة كبير جدا من النجوم على تقديم التعازي لأسرتها خاصة أثناء تنتمي إلى عائلة فنية كبيرة ونرصد في التقرير الثالثين صورة تجمعها بعائلتها وخاصة لولدها الملك فريد شاوق وابنتها الفنانة نهيت السباعي ونشرت الفنانة آية سماحة تعليقا عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طالب فيه رحل نهيت فريد شاوق وقالت آية سماحة لا حول ولا قوة إلا بالله انتقلت إلى رحمة الله تعالى أم الثانية نهيت فريد شاوق إنها لله وإن إله رجعون صلاة الجنازة عصرا من مسجد الشرطة في الشيخ زايد ووفاة المنتجة نهيت فريد شاوق وتشيع الجثمان بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة رحلت على عالمنا اليوم المنتجة الكبيرة نهيت فريد شاوق عن عمر يناهز 72 عاما ومن المقرر تشيع جثمانها بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة في الشيخ زايد وذلك حسب ما اعلنت زوجة ابنها الفنانة اي سماحة والان اعزائي المشاهدين اعتقد ان نوصلنا لنهاية الحلقة ولكن قبل انوني حديثي ساترح عليكم سؤالا وتمنى منكم المشاركة باراكم في التعليقات مع سبب ما يحدث في الفترة الاخيرة من الاحداث في مصر لا تنسوا ان تشاركوا باراكم في التعليقات ولا تنسوا ان تضغطوا لايك اسفل الفيديو من اجل دعمنا وفي النهاية اتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي اصلكم كل جديد بنقدمه اول باول وقبل ما ننهي الفيديو كالعادة ما تنسوش الصلاة على النبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة